روسيا لها تاريخ في ترويج الأكاذيب مثل ادعاء أن الولايات المتحدة أو أوكرانيا تطوران أسلحة بيولوجية وكيموية روسيا هي التي لديها برامج تسلح كيموي وبيولوجي ولذا فهدفنا هو تفنيد هذه المعلومات التي ذكرتها روسيا عن تطوير أوكرانيا أسلحة بيولوجية وأن نوضح للعالم أن العدو لديه القدرة ولديه تاريخ في استخدام أسلحة كيموية وبيولوجية وفي هذا الوقت يجب أن نبقى يقضين لمثل هذا الاحتمال